الطموح الزايد في العمل وعدم التوازن بينه وبالحياة الشخصية هو عايز يتفرغ لعمله بس في نفس الوقت خايف من المجتمع أو خايف يغلط فيروح يوم ده وده للأسف بقى موجود عندنا سواء عند الرجالة وكمان بقى عند الستات فبنلاقي نمازج منهم مهتمين بشغلهم بشكل كبير جدا 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 مش مهتمين بالحياة الشخصية والعلاقات بنفس القدر هو شغلهم أهم حاجة فبيكون كل همهم تحقي النجاح والتقدم في العمل فبيكرسوا وقتهم للشغل ومش عايزين يكون عندهم أي شيء يشغلهم عن أنهم يحققوا وطموحهم ولهم مستعدين على الفكرة يشاركوا نجاحهم مع حد ولهم مستعدين أنهم يشاركوا حياتهم مع حد وكمان السيدات بقت بتشعر أن الجواز هيعطالها عشان زواجها ممكن يخليها في حياة يرفضها زوجة يرفض الشغل أو يطالبها بالقيام ببعض مسؤوليات البيت والأطفال وده يعطل عن النجاح ويحصلت الناس بعد كده عارفين قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ويحصلت الناس لما بيوصلوا لسن معين ويحتاجوا لأولاد أو يحتاجوا لحياة كاملة فيبصوا يلاقوا أنهم محققوش ده على فكرة خسارة البناء أدمين أنهم يحسوا أنهم محققوش أعمالهم مش بس من محققوش أعمالهم بأنهم ينجحوا أو يكسبوا كمان محققوش أعمالهم الإنسانية يجي بقى الهق يجي السبب الرابع بقى الهرب من المسؤولية بعض الرجالة وبعض السيدات برضو بيخافوا من فكرة مسؤولية البيت والأولاد فبيحسوا حياتهم عتسلب منهم وشكل حياتهم هيختلف لو يتجوزوا ويضطروا يقوموا بمسؤوليات هم مش عايزينها ومش قادرين يقوموا بيها في توقعه أنا عرف ناس لما أول ما سيت بيجي لها حمل بيفكروا في الإجهار لأنهم خايفين من مسؤولية الأولاد خامس سبب البحث عن الحرية والخصوصية بعض الناس بيعتبروا أن الجواز بيسلم منهم الخصوصية والحرية وده طبعا مفهوم خاطئ لأن الناس ما بيبقوش متضربين ولا فهمين يعني إيه جواز وبيخليهم مقايردين بشرك حياتهم وبزياد السيدات بتخاف عنها من تحكم الأزواج تحكم الرجال وبيخافوا أنهم يمنعون من أشياء كانوا بيحبوها ويخلوا حياتهم مخنوقة فبيرجعوا أنهم يتجوزوا جواز الوكي اند ده ولي ممكن نقول عليه جواز بدوام جزئي يعني بار طايم كل الأسباب دي بقى نبع من مجموعة مفهوم مغلوطة لازم نقول كده أن كل الأسباب دي نبع من مفهوم مغلوطة عن قيمة الزواج فللأسف ناس كتيرة ما بقتش فهمة أن الجواز قيمة كبيرة وبدخل مجموعة من القيم زي المودة والرحمة والتفاهم والتعاطف والسند فالجواز أساسه هو بناء الأسرة سواء الأسرة دي فيها أولاد أو فيها الزجن بس فالأسرة هي أصل مجتمع وتماسكه متوقف على الحفاظ على الأسرة ولذلك كانت الأسرة نعمة من نعم ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة النورحمة في ناس كتيرة أعرفوا من جوزين بيقولوا يا رتنا نتجوز جواز الوكي اندي ده عشان نبقى مرتاحين يا دي مش راح هو ده إنسان بقى إنسان بشكل جزئي فبيفكر أن حياته كده هتبقى سعيدة بس هو في الحقيقة زي بس ضبط واحد بيحس أن أهم حاجة أجيب فلوس وأعمل شوبينج فمتصور أن هي دي الحياة زي برضو واحمي جوز وحاس إن الجواز بس يجلب عليه الراحة العاطفية أو الراحة الجسدية فاللجوء إلى ده بعض الناس في الزواج بيك اند بيكونوا مصابين بالفردانية هو حاسس إن الحياة لازم تدور حواليه فكل واحد بيدور على مصلحته واللي يريحه واللي يسعيده ومش فاهم إن الزواج ده علاقة ما بين اتنين مش واحد لوحده فمنفعش الواحد يفكر في نفسه بس ولابد إن هو يفكر إزاي يكون هو سر من أسرار سعادة أسرته وسر من سعادة زوجته وهي كمان تفكر بنفس الطريقة وفي المناسب للإنسان إن هو إزاي يكون في النحن مش في الأنا مش إنه يفكر بس إيه المناسب لي ويبقى عايز الطرف التاني يستجيب ليه وبس زوجي لو كإندي لو استمر إحنا مش هنلاقي مجتمع لأنه بيقدر كوارث في المجتمع ومخاصة لو كان مجتمع زي مجتمع المصري إيه كوارث دي؟ أول حاجة تراجع وقيمة الأسرة أنا عايز أقول لكم حاجة أنا ليه بأتكلم في الحياة دي إحنا الحياة اللي إحنا الواقع اللي إحنا بنعيشه واقع بيساعد على تآكل مفهوم الأسرة أنا بأقول لكم إن إحنا أنا راصد عزوف الناس عن الجواز